ما حان الوقت نصارح الشعب اللبناني ونحكي بالمبادرة الأصيلة اللي هي مبادرة استعداد السئة اليوم مبادرة الانتخابات مش يعني نحن 30% بيروح بانتخب و40 ولا 50 مبادرة الانتخابات يعني المقترحين بيكونوا 60, 70, 80, 90% للصوت الشعب اللبناني يعطيه مهما كانت النتيجة على شرط تكون النتيجة حقيقية وشفافة عم نشهد اليوم منافسة المبادرات من المبادرات الإقليمية لبل العالمية من المبادرة الفرنسية إلى المبادرة الأوروبية إلى المبادرة القطرية إلى المبادرة الروسية إلى المبادرة الأمريكية وإلى ما هنالك إلى المبادرات الداخلية وأكيد ما رح سمي الأشخاص لكن عم نسمع بمبادرات داخلية بنفس الأشخاص هاللي هن عم بيعطلوا هاللي هن عم بيأخروا أو المسلولين المباشرين أو غير مباشرين بهالأزمة الاقتصادية الاجتماعية المالية النقدية الكاريسية عم نضبر عم نسمع بتبريم وتببير زوايا وبنفس الوقت هاللي عم بيطالبوا بهالاقتراحات من تاني إيد أو من وراء الستارة عم بيحفروا يوم بعد يوم بعد أكتر من هالأزمة الكاريسية ما حان الوقت نصارح على الشعب اللبناني ونحكي بالمبادرة الأصيلة هاللي هي مبادرة استعداد السئة لسوق الحظ بقول كترة المبادرات ما بيوصلوا أبدا إلى نتيجة إلا إلى كسب الوقت كترة المبادرات وصلونا إلى النتيجة اللي نحنا وصلنا فيها اليوم وكترة المبادرات حتى لو وصلت إلى تشكيل الحكومة المشاكل نفسها هاللي عطلوا تشكيل الحكومة والسلطة التنفيذية ممكن هنزيتا يعطلوا عمل الحكومة وإعادة نهود البلاد المبادرة الوحيدة هاللي يزيم كلنا سوا نحكي فيها كشعب لبناني هي مبادرة استعداد السئة استعداد السئة الشعب اللبناني استعداد السئة المجتمع الدولي استعداد السئة المستثمرين اعداد سئة الشركات اللبنانية واللبنانيين من خارج واستعداد السئة وخاصة المبادرة السئة بتبلش من مبادرة كلمة الشعب وقراء الشعب هذا يعني مبادرة الشعب والسئة تبدأ إلى مبادرة الانتخابات اكيد البعض عايز يسمع ويبتسم يقول شفنا من بعض الدول المجاورة ما وصلت على الانتخابات البعض الثاني رح يقول شفنا من مبادرة هاللي صارت بانتخابات نقابة بلبنان بالتأخيرات وتعطيلة اكيد كلنا عم نقشع شو عم بيصير لكن ليس يعني ما منطالب اليوم مبادرة الانتخابات ليس يعني نحن 30% بيروح بانتخاب و40 ولا 50% مبادرة الانتخابات يعني المقترحين بيكونوا 60 70 80 90% للصوت الشعب اللبناني يعطيه مهما كانت النتيجة على شرط تكون النتيجة حقيقية وشفافة هيدا اليوم هاللي عم نطالبها اليوم مبادرة الانتخابات يعني مبادرة كلمة الشركات والمستثمرين بحق مبادرة الانتخابات يعني اليوم تحالفات يعني برنامج يعني رؤية جديدة هيدا اليوم هاللي بيبلش يدهرنا ومش كترة المبادرات ولا الداخلية ولا الخارجية اليوم بيرجع بقول المبادرة الوحيدة هاللي ممكن تنقذ لبنان هاللي مباعة إعادة السقة وإعادة السقة بتبلش بإعادة مبادرة الشعب مبادرة الشعب يعني الشعب اللبناني كله سوا بالتحد وبيقول كلمته وبيرجع بقول نحن واسقين أنه اللبنان بقدر يواجه هالأزمة واللبنانيين وحدهم والشعب اللبناني هن لازم يقوم بالمبادرات وهون يكونوا على رأس الخيارات اللازمة وشكرا